حزام الكتف أو ما يسمى بالبكتورال أو الشولدر جردل بيتكون نتيجة اتصال ثلاث عزام ببعضهم العظمة الأولى هي الكلافيكل والكلافيكل بتشكل الجزء العلوي من حزام الكتف ويعبارة عن عظمة طويلة لها طرفين الطرف الداخلي بيتصل مع الستيرنبون فبيكون مفصل الستيرنو كلافيكلر جوينت والطرف الخارجي بيتصل مع الأكروميوم بروسيس وبيكون مفصل الأكروميوم كلافيكلر جوينت أما العظمة الثانية اللي بتكون حزام الكتف هي الإسكابولة والإسكابولة بتحتوي على ثلاث حدود وتلاث زوايا بالنسبة للحدود بيبي فيه الأبر بوردر والميديا البوردر واللاترال بوردر وبالنسبة للزوايا فيه عندنا السوبيريور أنجل واللاترال أنجل والإنفيريور أنجل والإسكابولة بتحتوي على سطحين السطح الأمامي بيبقى فيه فصة كبيرة كده أو خفرة كبيرة اسمها سبسكابولة فصة وبالنسبة للسطح الخالفي بيبقى فيه سباين بتقسم السكابولة لجزئين تلت علوي وتلتين سوفليين التلت العلوي بيطلق عليه اسم سوبرا سباينس فصة والتلت السوفلي بيطلق عليه اسم انفرا سباينس فصة وبرضه من ضمن مميزات الإسكابولة أنه بيطلع منها أربع بوريزات عظمية البروز الأول هو الإسكابولر سباين وفي نهاية الإسكابولر سباين بيبقى فيه الأكروميوم بروسس ده البروز الثاني والبروز الثالث هو الكوراكويد بروسس والبروز الرابع هو الجلونويد والجلونويد بروسس بيبقى فيه فصة اسمها أو خفرة اسمها جلونويد كافيتي الجلونويد كافيتي بيتصل مع رأس العدد فبيكون مفصل الجلينوهيومرال جوينت العدمة الثالثة والاخيرة هي الهيومرس والهيومرس بتحتوي على عنقين العنق العلوية اسمها anatomic nick والعنق السفلية اسمها surgical nick وبرضه من ضمن مميزات الهيومرس انها بتحتوي على اتنين tuberosity التوبرستي اللي في الامام ده اسمه laser tuberosity والتوبرستي او التوبركل اللي في الجنب اسمها greater tuberosity وبيبقى فيما بينهم جروف بسيط كده اسمه بيسيبتال جروف او الانتر توبركلر جروف